موسيقى 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 بيزغل العيني الأعمال الحسنة دي وبيتغادى عن خطوة معرفة المسيح كمخلش شخصي إيه رأي يا حضرتك؟ طيب خليني بالأول بس أصحح شيء مهم جدا أخت نهال أنا لما تكلمت على مبدأ مثلا السامر الصالح وأنه الأعمال الخير والرحمة اللي قام في هذا الموضوع هو المسيحيين هذا يعني الشيء معروف في العالم يمكن إذا بتتكلم على أعمال رحمة مثلا في رمضان في مناسبات معينة واحد بيعطي من الذبيحة واحد بيعطي الكل بيعمل هذا الشيء حتى الأشرار حتى الملحدين حتى غير المسيحي كل ديانات العالم تعمل هذا الشيء فإحنا ما عملناش إشي بتميز لكن لما بتكلم عن مبدأ الرحمة والخير والأعمال الخيرية كانت على أساس مبدأ القاعدة الذهبية بس من فترة بسيطة من سنين بسيطة ابتدأ يعني في الشرق الأوسط بعد الدول الخليجية بالمساعدات ولكده بس المرجوع بيرجع للكتاب المقدس فخلينا أقول حتى الأشرار بقول إنه ممكن يعملوا إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم وإن أحسنتم وإن أقردتم وإن عملتم طب ما الناس بتعمل لكن لما بنتكلم عن التعليم المسيح عن الجبل يعني كيف أستطيع أن مثلا أحب عدوه يعني هذا شيء صعب جدا إلا إذا أنا اختبرت محبة الله التي انسكبت في قلبي بالروح القدس فإذن إن هذا العمل هو عمل إلهي كامل بموضوع الخلاص مش عمل إنساني إحنا ممكن نعمل أعمال خير لكن مش أعمال الإيمان الأعمال اللي فعلا منوخد خطوة أعمق في النظرة الروحية والبعد الروحي إحنا مزبوط كنا خطاء وإحنا يعني آمننا بالمسيح معناته مش الإنسان صار كامل إن قلنا أننا لا نخطئ نجعله كاذبا لكن بيتكلم عن طبيعتين طبيعة قديمة وطبيعة جديدة اللي هي بتتصارع لكن الطبيعة الجديدة تريد أن تعمل البر والقداسة وتريد أن تتشبه بالمسيح وتفعل ما للمسيح مش أنا بحاول أظهر مظاهر التدين لأن الكتاب يقول من ثمارهم تعرفونهم فإنه في لحظة معينة يعني ممكن إنسان يطبق بعض التعليم الحسنة لكن أن يقوم بأعمال الله بأعمال المسيح يتطلب إيمان ويتطلب تجديد فإذن عندما أتجدد معناته فعلا أنا في خطايا كنت أمارسها بطلت أحب أمارسها الفرق إنه لما أنا بقع من زمان كنا نشرب الخطية يعني نشرب الإثم كالماء ما كناش نحس بزنب ومن كتل الخطايا صار شيء طبيعي عادي مثلا لاحظة بالشرق الأوسط الكل بيحلف لكن لما الواحد بيؤمن بالمسيح على طول بيصطدم إنه لا ممنوع أستخدم اسم الله هيك يعني بسهولة يعني بأي موضوع بأي شيء ممنوع أجذب ممنوع أغش ممنوع كل الناس يعني مش أنا ممكن أمار بيتطبق علي في ديني لفئة معينة مثلا ناصر أخاك ظالما أو مظلوما فإذا معناته اللي اللي انظلم بس من دين تاني ما هو من دين تاني بس ما هو الرب حي يشايف يعني الله يجازي الأشرار فأنا لما باجي للمسيح أنا باجي على أساس مبدأ النعمة الله أنعم علي أنا باستحقش الخلاص وأنا خاطئ أستحق جهنم وعندما أشكر الله على هذا الخلاص معترفا أنه فعلا أنا باستحقش هالنعمة لأنه كنت رايح لجهنم لكن في شخص دفع الثمن هذا الفرق المبدأ البديلي أنه يسوع أخذ خطيانة ومات عنا على الصليب وأنا في المسيح صرت مبرر مش فيي أنا في ذاتي في المسيح الله بينظر إلي من خلال بر المسيح عمل المسيح قداسة المسيح فأنا لما بخطئ يعني الروح القدس ببكت وإذا أنا باستمر في هالموضوع في تأديب وحتى بقول الكتاب أحيانا أنه الإنسان فعلا بموت باستحت التأديب لأنه مش عاوز يتأدب تحت العصاء الإلهية لكن اللي عاوز أقول محبة الله بتقودنا أنه نحب وأنه نعمل أمور من أجل المحبة هذا المبدأ اللي أنا بتكلم عنه أخت نهال اللي هو من كلمة الله اللي ذكرها الرب يسوع بجملة واحدة بأي واحدة لكن بتلخص كل الكتاب المقدس عن محبة الله وعن قانون الله فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء ترجمة نانسي قنقر